مجلس النواب على أهمية المشاركة في مثل هذه الاجتماعات الدولية الهمة وأبراز منجزات البحرين سواء التشريعية أو المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بجانب مشاركة عدد من الشباب البحريني من الموظفين بمعهد التنمية السياسية ضمن برنامج التعاون والشراكة بين السلطة التشريعية والمعهد وذلك بهدف اطلاعهم على سير عمل مثل هذه الاجتماعات الدولية وإكسابهم الخبرة والمعرفة بالتواجد الدولي إلى جانب وجود أكثر من 150 دولة مشاركة من مختلف دول العالم وبحث الاجتماع الاستعداد للمشاركة في لجان البرلمان الدولي وهي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والمالية والتجارة واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جانب مشاركة الأعضاء بمنتدى البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بجانب اجتماعات الجمعية العامة للأمناء العامين في الاتحاد البرلماني الدولي وللحديث حول تفاصيل الاجتماع معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب عضو الشعبة البرلمانية بداية دكتورة يعني مساء الخير ولو تحدثين عن أهمية هذه المشاركة لوفد مملكة البحرين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي نعم مساء الخير طبعا تم عقد الاجتماع التنسيق الثاني كما ذكرت للشعبة البرلمانية برئاسة صاحب المعاني السيد أحمد بن إبراهيم المنلى رئيس مجلس النواب اليوم وبحضور أعضاء وفد الشعب البرلماني المتمثل طبعا في أعضاء السلطة الشريعية وكذلك حضور سعاد الأمين العام والمجلس وأعضاء من الأمان العام نعم في هذا الاجتماع تم نقاش المواضيع المطروحة على جدول الأعمال باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بداية أحب أن أنوه إلى أن البحرين ولله الحمد حصلت على دعوة رسمية من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وهذا دلالة متمثل طبعا في أعضاء السلطة الشريعية هذا دلالة طبعا على مركز والبحرين واقعا في الاتحاد البرلماني الدولي دلالة على إنجازات البحرين على المستوى الدبلوماسي البرلماني والحقوقي والذي حازت على ضوء ثلاث لجان في البرلمان الدولي البحرين حازت على أضوية ثلاث لجان رئيسية في الاتحاد البرلماني الدولي وهي كما ذكرت عبارة عن أضوة في لجنة الأمن والسلم الدوليين أضوة في لجنة التنمية المستدامة وكذلك أضواء البحرين في اللجنة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان هذا طبعا دلالة على مكانة البحرين من الناحية البرلمانية مثل ما ذكرت على مستوى العالم النقطة الثانية أننا مشاركتنا في هكذا يعني اجتماعات دولية سوف تعزز الدبلوماسية البرلمانية بين الجول مهم أن تكون الدبلوماسية البرلمانية يعني معززة وقائنة على التبادل المعلوماتي والتبادل الفكري والتبادل الثقافي والحقوقي النقطة الثانية وجودنا في هكذا اجتماعات دولية سوف نعرض إنجازات مملكة البحرين على هذه الصعود كذلك رغم أن البحرين ديمقراطيتها حديثة ولقد ولدت بعدما ولد المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليف حفظه الله ورعاه إلا أننا نفسنا وتجاوزنا الكثير من الدول واقعا الدول التي تعتبر من الديمقراطيات العريقة تجاوزناها بمراحل كثيرة وهذا يدل على الحمد لله يعني مستوى مملكة البحرين الحقوقي ومستوها البرلماني نعم طيب دكتورة دكتورة يعني لو إشراك الشباب في مثل هذه الاجتماعات الدولية هي مبادرة من قبل رئيس مجلس النواب وتعادل أولى حقيقة من نوعها يعني كيف ترين هذه الشراكة وأوجه الاستفادة منها طبعا نثمن لطبعا معاني رئيس مجلس النواب هذه الابادرة الطيبة التي تعد كوادر شبابية جديدة تحمل هذا الفكر الحقوقي وهذا الفكر الدبلوماسي والبرلماني البحرين ولله الحمد واللادة لهذه طبعا الشباب المتفتح الذي يحمل رسالة البحرين إلى العالم هذا طبعا مهم جدا مشاركة شباب من طبعا هذا المستوى على أساس أنه يحضرون ويشوفون مشاركة أعضاء السلطة التشريعية في هكذا اجتماعات في الاتحاد البرلماني طبعا سوف تكون الدورة هذه على مستويين مثل ما ذكر اليوم في اجتماعه لهو سيد أحمد بن إبراهيم الملت على أساس أنه رح يحضرون طبعا معانا يشاركونا معانا في الاجتماعات بشكل عملي وأيضا سوف يحضرون اجتماعات بشكل نظري هذا سوف يعزز طبعا مستواهم ويرفع من مستواهم الثقافي والفكري ويكتسبون الخبراء طبعا من أعضاء السلطة التشريعية ويكتسبون أيضا طريقة توصيل إنجازات البحرين إلى العالم يكتسبون فيها كل هذه الخبرات وهذا شيء طيب وسوف ننقل بإذن الله هذه التجربة التي أيضا أخذناها لأول مرة في ممتات البحرين سوف ننقلها إلى العالم أيضا يعني العالم اليوم لما ندخل في اتحاد برلماني دولي تحضره 150 ما يقارب 150 دولة وترى بأننا جئنا إلى هناك مع مجموعة من الشباب من أجل اكتساد هذه الخبرات سوف يتعلم الدول الأخرى المشاركة في هذا الاتحاد البرلماني من تجربة البحرين وطبعا تكتسب هذه الخبرات من مملكة البحرين الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب عضو الشعبة البرلمانية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر